وصلت إلى بوابة معبر رفح المرحلة الثانية من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتضمن القافلة أكثر من 126 شاحنة محملة بأكثر من 2400 طن من المساعدات شاحنات على يمين الطريق ويساره مواد غذائية ومستلزمات طبية وإعشية تصطف جميعا أمام بوابة معبر رفح استعدادا للدخول إلى قطاع غزة 250 شاحنة وأكثر تحركوا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ذلك للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة موجودين بصدد استكمال قوافل مسافة السكة اللي بدعمها سيدة الرئيس نحن النهاردة إن شاء الله وحاليا على بعد كيلومترات من منفذ رفح البري نحن معنا الجزء الثاني من القافلة الستة ما يقارب عن 129 شاحنة قافلة هي السادسة من نوعها انطلقت منها الأولى والثانية محملة بأكثر من 6000 طن من المساعدات المختلفة مقسمة ل5000 طن من المواد الغذائية بالإضافة لأطنان من المستلزمات الطبية والأدوية والمياه وأكثر من 100 طن من الخيام والمراتب ووصلت لمدينتي العريش ورفح مسافة السكة لأخواتنا في غزة احنا أكسم بالله العليا العظيمة جماعة والله مع يدنا في بيوتنا والله والله أكسم بالله مع يدنا في بيوتنا وإحنا تحت أمر لأخواتنا في غزة وإحنا في داهم إحنا الكل سيبين بيوتنا وسيبين أهلينا لرعاية أخواتنا في غزة إن شاء الله ستوصلهم بالسلامة بأمر الله محملين رز مكرونة سكر شعرية أجزاءة مياه معدنية وتقيق وسكر والحاجات ديها كلها وإحنا نفضغر أخواتنا الفلسطينيين في غزة وإحنا في أي وقت نفضغرهم ونقدرش نسيبهم ونستغنى عنهم هم أخواتنا ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي دعم وتجهيز المساعدات الإنسانية ضمن جهود مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال عبور الشاحنات عبر بوابة معبر رفح المصرية التي لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة حيث تعمل الدولة على توفير المساعدات الإغاثية لهم من أجل التخفيف عن كهل الأشقاء في قطاع غزة ويلات الحرب كريم بيبرس التلفزيون المصري